السؤال اللي بعد كده من حساب عبد الرحمن حسين يقول بعد إذنك يا حضرة الشيخ أنا دايما عندي وسواس ومش عارف أتخلص منه طيب وكانوا بيقول لي طب أعمل إيه عشان أتخلص من وسواس أول حاجة لازم نعرف سبب الوسواس إيه لو سبب الوسواس ده إن انت حاسس إن انت عندك زند مش هيتغفر لا الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوبة جميعا يبقى انت طب إلى الله سبحانه وتعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمحو ذنبك لو كان اللي عندك ده بسبب إن انت حاسس إن انت عندك شيء من النجاسة اللي سببها إن انت عملت شيء أنت مش راضي عنه برضو الله سبحانه وتعالى يزوي لعنك أو إن انت شايف بقى في ناس بقى عندهم الوسواس ده حاجة اسمها أنا بسميها النجاسة السحرية النجاسة المتنقلة دي واحد إيه اللي حاصل هو حاسس إن حمام ممكن ينتقل منه النجاسة فالنجاسة تطير تروح راحة على الترابيزة بتاعة الأنترية وتتطير من ترابيزة الأنترية تروح على كمان المقعد بتاعة الأنترية تروح لزقة في الشخص فيطلع فتلزق فيه أكرة الباب فتنزل على السلالم فتطلع في الشارع كله تنجس مش ده الشرع الشريف خالص الشرع الشريف بيقولك شوية حاجات بيقولك إن النجاسة دي لا تنتقل إلا لو كانت لا تدركها الطرف خلاص معفوا عنها دي أول حاجة الحاجة التانية لو ما فيش وسط رطب مش هتنتقل النجاسة طب الشرع بيقولنا كل الكلام ده ليه عشان ما نقولش ما نعملش كده ولذلك المقعد ده طاهر لا يتنجس إلا بيقين لأن اليقين لا يزول بالشك أنا شاكك إن المقعد ده نجس آه شاكك لا ينفي عنه طهارته لأن اليقين لا يزول بالشك يبقى المقعد ده مش هيتنجس طيب هو الوسوس ده بيجي منين؟ بيجي من إحساس الإنسان بالضعف إحساس الإنسان بالوحدة إحساس الإنسان بالخوف إحساس الإنسان بعدم القبول إحساس الإنسان بالرفض دي كلها أسباب وعلى فكرة كل الأسباب دي تزول لما تعرف إن الله معك إن الله قبلك وهو معكم أينما كنتم فأنت في حضرة مولاك مش محتاجة تتوسوس عشان تدفع مخاوفك ولا محتاجة إن أنت تأمن وإنت بتعامل ربنا أصلي فيه واحد مش ضامن لا ما حدش كلنا ضامن إحنا عندنا حاجة واحدة بس حسن الظن بالله التعلق بالله فلذلك إنت لازم تنفي عن نفسك كل هذه الوساوس يبقى أول حاجة تصح المفاهيم اللي جابي لك الوسواز ده إن أنت كده بتعمل عكس مراد الله فواحد يجي يقول لي طب أنا عملت لي إيه إيه إنت دلوقتي لا أنا عملت لك حاجة مهمة جدا لأن النفس الأمر بالسوق الساعات بتخلي الموسوس موسوس عشان هي بتقوله أنت كده بتحقق مراد الله لا مراد الله مش إنه يشد عليك ويقص عليك ويقفلك حياتك يبقى دي أول حاجة المفاهيم دي لازم نصلحها الحاجة التانية لا تلتفت لهذا الوسواز أنت صلت ثلاثة إلى أربعة لو أنت موسوس بقى والدكتور قالك أن أنت عندك وسواز أنت صلت أربعة إيه ده بس ما ممكن يكون صلت ثلاثة لا أنت صلت أربعة عشان ندفع الوسواز من عندنا طيب الحاجة التالتة إيه الحاجة التالتة ببساطة خالص أن أنت تكسر ذكر الله غير الذكر الذي تذكره عند الوسواز يعني واحد مثلا عنده وسواز ومن أذكار اللي بتخلي الوسواز يشغل عنده استغفر الله العظيم لا تسيبك من الذكر ده اللي هو ذكر ايه استغفو الله العظيم وسواس استغفو الله العظيم استغفو الله ده بيزود الوسواس تروح تذكر ربنا بالذكر تاني غير الذكر اللي بيزود الوسواس اللي عندك يعني مثلا تصلى على حضرة النبي يعني تغير طريقتك في التفكير في الوسواس عشان تشرح صدرك فإذا تقول ايه الله مصلى على حضرة النبي الله مصلى على جمال النبي الله مصلى على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الله مصلى على صاحب الفتح الأكبر صلى الله عليه وسلم تعمل صيغة كده تخرجك من تركيزك على وسويس فتركز مع الله سبحانه وتعالى يبقى الثلاث حاجات دولة مهمين جدا اول حاجة تغير المفاهيم دي واعرف ان انت مش بتعمل للدين الدين مش عشان الدين يستمر لابد ان انت تقصو على نفسك كل المفاهيم اللي انت عملها دي مفاهيم الله سبحانه وتعرض عنك ايه ده يعني انا لو توسويس ممكن اكون بأسم اه ممكن تكون بتأسم وعلى فكرة الوسويس ده مش جاي من الشطان الوسويس جاي من نفسك الامارة بالسوق تيبقى وقوفك في مواجهة الوسويس ده نوع من انواع تزكية النفس قد افلح من زكاه عايز تكون تفالح من اهل الفلاح زكي نفسك من هذا الوسويس وقف وصاده تاني حاجة لا تلتفت لهذا الوسويس مهما يقولك ما تلتفتش مهما يجيلك ما تلتفتش ده احتمال يكون النجازة حصل من ترتشط البول عليك وانت كده نجست الهدوم فنجست المقعد فنجست ولا تلتفت لهذا اه ده مش ممكن اه ده مهمة اوي من اهم القواعد اللي عند الموسوسين انهم يحولون الممكن الى واقع اه ده ممكن بس احنا عندنا الشرع ايه اليقين اليقين طهارة الاشياء دي كلها الاصل في الاشياء كلها الطهارة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ونزلك الاشياء دي ستظل طاهرة تالت حاجة بقى هو اعمل ذكر غير الذكر اللي بينشط عندك الوسويس يعني اذا كان بينشط عندك الوسويس الى الاستغفار ما تستغفرش صلى على حضرة النبي او كبر او هلل اعمل حاجة تربك المكانيزم بتاع الوسويس عندك في ذهنك وده خليك تتغير من الوسويس جدا 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 شكرا جدا جدا اشتركوا في القناة